السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موضوعنا النهاردة انه ظهرت لنا على السيشال ميديا بعض السيدات اللي هما بيطلبوا بحقوق المرأة وحريتها وان بعض السيدات ظهرت في السيشال ميديا انها بتزور الكعبة وتزور الكعبة وانها ظهرت بلبسة بونية او تربون او معرفش على الجلباب بتاعها على الجلباب اللي هي لبسها وبتقولي ان هي قدت منازق العمرة بهذا اللبس انت لبسة لبسة تربون او لبسة البونية على الجلباب هل ده 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 اللبسة الدينة اللي ممكن تقدي به شريعة تقدي به الشريعة الدينية بان انت تطوفي حولين الكعبة هل انت سألت سألت احد العلماء بتقول الدين بان اللبسة ده ينفع ينفع ان انا اقدي به العمرة او او اطوف به حولين الكعبة ولا ما ينفعش المفروض اللبسة اللي انا بس هل اللبسة ده ان انت ممكن تصلي به قدام ربنا توفي قدام ربنا وتصلي السلوات المفروضة عليك طبعا لما تيجي تصلي هتبص لقيك ان انت محتاجة ان انت تلبسي طرحة تداري بها تداري بها رقابتك وتداري بها وشك ما ينفعش ان انت تصلي وانت لبسة تربون او لبسة طائية على الجلباب لازم يكون وشك كله متغطي ويكون الرقبة متغطية متغطية ده اللي احنا عارفينه من زمان نفرد ان هو نفرد ان انت غلطتي وعملت التواف حولين الكعبة وانت لبسة اللبسة ده ومن غير ما تسألي فانت كده انت ارتكبت خطأ انت تتحملي خطأ لكن كونك ان انت تنشري على العالم كله ان انت ان اللبس ده ينفع ان احنا نطف بيا حولين الكعبة يبقى انت كده نشرتي حاجة غلط ان انت تتحملي وزرها وتحتحملي غلطها انت والناس اللي يتبعوا اللي يلبسوا زيك يلبس نفس اللبس المفروض دي اماكن مقدسة ودي شعائل دينية لازم نلتزم باللبس المفروض فيه والمطالب به من نلبس لبس احنا غير لما نسأل علماء الدين في هذا اللبس ويقولونا اللبس ده ينفع ولا ما ينفع عشيه اللبس اللي احنا بنقف بيه قدام ربنا اثناء تقديد الصلاة واحنا بنقدي فرائد ربنا هو ده اللبس ان احنا ممكن نطوف بيه حولين الكعبة ويجب ان احنا بننشرش كل حاجة نعملها بننشرها على عالم كله طالما احنا مش علماء في الدين وظهرينا بقى بعد الفنانات اللي هما بيروحوا يعملوا حفلات في السعودية بعد ما تبصت لها بعد ما خلصت الحفلة رايحة تعمل العمرة اه لبسها لبس اللبس 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 العمرة لكنها حتى مكياج حتى مكياج يعني مكياج فهل المكياج جوات لا يصح معا لا يصح معا اداء العمرة انت لما بتيجي تقدي العمرة المفروض ان انت بتتوضي وتصلي وتقدي وتصلي وتصلي الفرائد المطلوبة منك وتصلي الوجه الله وتصلي صلوات الوجه الله وتدعي ما نفعش ان احنا نصلي واحنا يعني ايه على وشنا المكياج جو كله وفي اماكن مقدسة وفي الاماكن المقدسة ومننشرش الصور اللي فيها اللي فيها مثل هزيه الاخطاء مننشرش الصور اللي فيها مثل هزيه الايه الاخطاء يعني اه نبص برضو تلاقي بعض الفنانين رايح هو وامراته واقعدين هما الاتنين جنب بعض قاعدة لكنهم قاعدين مثلا في كازنة قاعدين في مكان في مكان عامة مونش ملتزمين بالمكان المقدس اللي هما قاعدين به او واحدة تانية جايبة ابنها او اولادها الصغيرين وعملة تلعب معهم وعملة تتصور تتصورهم وتنشرهم وتنشرهم في السوشيال ميديا. دي اماكن مقدسة يجب ان احنا نلتزم نلتزم بالتعاليم بتاعتها ونحترمها. حتى ان الناس هما اصحاب الديانات التانية بيجوا برضو يزوروا الاماكن الدينية بتاعت المسلمين. لما يشوفون احنا مش ملتزمين باماكننا المقدسة. هم كمان مش هيلتزموا. تلاقي بعض الاجانب اللي هما مش على الدين الاسلامي داخل المسجد النبوي وهي لبسة بنتلون. لكن هي لو شافت ان الناس الناس المسلمين ملتزمين بالزي الديني بتاحهم. ما كانتش اتجرأت وتخطأ وتخش الاماكن المقدسة بهذا اللبس. الاماكن انت بتعملي عمرة وتفعت ومكلفة تمنها. مكلفة تمن الزيارة نفس الزيارة. زهاب وعودة وزيارة للعمرة. ان انت تلتزم بيها. ان انت تقعد تقدي القرآن. بتقعد تتصلي. بتقعد تدعي ربنا. بصلاح الحال. بصلاح الحال لك وللبلد كلها. اه. ان دي اماكن مقدسة لا يصلح فيها مثل هذه الامور. ويجيب عدم يعني عدم تصوير عمل صور في هذه. ايه اللي اذا كانت صور دينية. صور ملتزمين بالدين وبلبسنا. وان احنا بنقد شعار الدينية. وان احنا قاعدين نسكر ربنا. طول ما احنا قاعدين في المكان المقدس. نسكر ربنا. ونقد ونصلي. ونقرأ القرآن. ونتعب طول ما احنا موجودين في هذه الاماكن. مش كل مش كل شغرنا الشاغل. ان احنا نصور الصور وننشرها. نصور الصور وننشرها. دي لو انا اخطأت في في عمل انا قمت به. في بينتشر كل الخطأ. الخطأ اللي انا عملته. الناس كلها تلتزم بيه. وتاخدوا. وتاخدوا قدوة. قدوة لها. ان يبقى الخطأ انتشر على الناس كلها. وكل الناس ايه. ترتكب نفس الخطأ. فيجب علينا ان احنا نلتزم. نلتزم بالاماكن المقدسة. ونحترمها. ونقد الشعائل المطلوبة مننا. من 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 صلاة. من صلاة وذكر الله. وإقراءة القرآن. والتعبد. طول ما احنا موجودين في في هذا المكان المقدس. آآ بيت الله. بيت الله الحرام. وهو. والمسجد النبوي. المسجد النبوي الشريف. الذي يهفو اليه القلب. آآ يعني على طول عمر. ويجب الالتزام بكل التعليمات الاسلامية. والشرائع. والشريعة الاسلامية. حتى نكون قدوة لبقية الاديان. ونكون مثل اعلى لهم. يلتزموا. يلتزموا. يلتزموا باحترام الشريعة الاسلامية. آآ ومنهجها. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.